في السياق مسلسل التشاور والتحضير من أجل بلورة استراتيجية جديدة للتشغيل انطلقت سياغتها في يونيو 14 و 2000 عقدت لجنة القيادة الاستراتيجية الوطنية من أجل تشغيل اجتماعا لها اليوم الثلاثة برباط وهكذا فقد تم تخصيص اللقاء لدراسة نص الاستراتيجية المذكورة التي تعتمد مقاربة جديدة لسياسة تشغيل الهدف منها تجاوز المقاربة التقليدية للسياسات النشيطة لسوق الشغل ومسألة البطالة كانت تخاوم من خلاله أننا نحكم أكثر ونعالج إشكالية البطالة التي تعتبر الشغل الشاغل للحكومة والمجتمع المغربي برماته نعتقد أننا سيكون لدينا إسهام جد مهم فيما يخص معالجة هذه الإشكالية في أفوق العشر سنوات الأخيرة هذا مشروع يعني ديال العشرية يعني 2015-2025 ما يعني أنه يتجاوز استحقاقات الحكومية وليس مشروع حكومي بقدر ما هو مشروع مجتمعي لأنه يدخل في إطار التوجهات الكبرى كما حددها صاحب جلالة وجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية من أجل تشغيل تتضمن حزمة من الإجراءات على المدى القصير والمتوسط كما تتوفر على أجندة تشاورية تمتد للفترة ما بين 15-2000 و25-2000 ترجمة نانسي قنقر